الله عليه وسلم أفعلوا لم ترحل إلا لفرحل النار أو لمسك النار الله تسلق أيه تسلق الوطن شجرة وعالفة وعالقة ثماغتها الأمن والطمأنينة والسكيدة والاستقرار والمملكة العواملة السعودية وطن الإسلام والسلام فيها مكة المكرمة المشرفة المعظمة المحرمة المبجلة أتوا إبراهيم عليه السلام وإذن ودار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووطنه والفهد الأمين الآمن المأمون على ما أودع الله تعالى فيه من معالم الدين وفيها الكعبة المحجوجة المصولة والمشعر الحرام معركات والعرصات المباركات وفيها المدينة المنورة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع ذاله ومماجره وموقع محرامه ومفجره ومكان قدره ومسفره وفيها معانيه وأعلاقه وآثار الآباء والأجداد وإرقهم وترامهم خصوك وغراسهم وقدوا العذر ممافره ومآثاره ومداغره وسمد مداغره ومضاهله وقدوا القسس على التقوى وعمره الإسلام وحتم يسجل شريع وثهاب العدل وعالم العجفة وانتصر بالحق وبالعزمات السماح يجرق صباح الملاح ومن لم يقدله عزه اكبره عزه وقبل ثلاثة قرون تشرق على هذه الأرض المباركة حكم العامل على يد المؤسس الإمام محمد من شعوره رحمه الله تعالى حماد الناس بالتبعين والعزم الأمين والنظر الحميل إلى الحرف إلى السلم ومن الخوف إلى الأمر ومن الجهل إلى العلم ومن ذل التفرق والاختلاف إلى عزة الوحدة والجمعات والاختلاف ومساء من كل من الناس المباركة حتى طيض الله إمام المسلمين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آس سعود فضغرت من حكم حكمته وفي الشورى نظرته ومن عدل قوته وفي العطاء رفزه ورحمته فكان من أعظم الملوكين شهادة وصرامة وانقيادا للشرق رحمه الله تعالى وقد ثمام الله بركة على مملكته ومعيته ثم حمل الراية من بعده أبناه البراء والذين سعقوا على الهجز حتى أبحث المملكة مضغم المذل في أمنها ووحدة صفها واتضاف شملها واجتماع كلمتها وثلاث من قيادتها وشعبها ولي وطن لا يرى مثله يقرب بذلك لي من عرق فما أبغي سوى وطني بنيلا فحسب ذاك من وطن شريف فحمدوا الله على ما حباكم وأولاكم وتبسقوا بالكتاب والسنة ما حييتم واثبتوا على دينكم وقيمكم وأفلاقكم واحفروا أبتكم واستقراركم وحاذروا صوت الفتنة ودعاةها وانصارات حاذروا صوت اليرجاء ودعاة البرقة والاختلاف وانظروا إلى الملدان والأوطان حدكم كيف أضحت أحوالهم حين اكتفت كلمتهم وتعارضت أحوالهم وتشعبت أرامهم وتباينت مذاهبهم وانتظرت عقدتهم واضطرب حملهم وتصدعت عصاهم واستحفر الشطاب بينهم وأصبحوا لا تجمعهم جامعا ولا تودعهم من الشجل حكم جمالعا فأضحى وطبهم صوابا وامتهم صوابا وعيشهم عذابا وشعبهم أحزابا لا يتحاورون إلا بالسلاح ولا يتباغرون إلا بأزهاق الأرض إلا بإزهاق الأرواح واعتبروا فالسعيد مدموعه بغيره والشقي مدموعه بنفسه وأخبث الناسه من سعى إلى تخليم بلده وتمفيض أمنه وزعزعة سلمه ومحاربة أهله ونقوله لكل عدو مكاشر لأمن بلادنا واستقراره واستهاله يا جل ما فعدت عليك بلادنا وظلابنا أبونا أبوك وأبوك 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 أبوك 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 وأبوك وحسس الحاسدين وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة